حسنا خير عليكم ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وان شاء الله تكونوا في صحة جيدة يا رب اليوم اجدكم بوصفة سهلة سريعة وزيد اقتصادية رح نديرو غانطة عشو فلغ ونزيدو مع اشلادة رح يجيب بثاف بنين اهنا يا نحكم الرأس تعنا لازم كامل انكرته على هذا الشكل سوخته اذا كانت في هذه الكحورية اذا كنت مبتدئة يعني لازم يتكرتها كباش تكوني على بالك حبيباتي وحبت نقول لكم بلي هذا الفيديو هاد الوصفة كانت في روتين ونحيتها من الروتين لحشاق الوصفة لوحدهم كما نبلكم انا توشو خصبح ندير روتين والعشية ندير وصفة في نفس الوقت بعد ما نقيتهم ملح ملح نحكمهم هكذا يعني مرسوة هكذا وحدهم هكذا صغار من بعد نغسله ملح بالخل والماء ونجيب طنيبرة نحط فيها شوية على الماء نزيد وريقة على الرند ونزيد طرف تح خوبز يكون بايت ولا جديد هكا بشي تنحالي كامل هذيك الريحة وستقوني مستحيل جي فيها الريحة نحط شوية على الملح ونخليه يغلي في نفس الوقت هاد الوصفة نجيب الزفنين بهذا البصل الطويل اللخضر اذا ما كاش عندكم هاد البصل ما لاحاش تتحصلوا على نفس النتيجة اهنا حطيت زوج حبت على البصل وحبه حطيتها بجه باش نضربها شلاده حطيتهم في مقلة نديلهم شوية على الزيت ونديلهم الملح وفلفل لكحل هاد ده ما كان واخليهم يتقلى ويتكتكوا غير بعقلهم حتى نشوف هاد البصل ادبالي ملح لازم يتبللنا بسكلو كان يقعد انها كاك مرسوة خشان مراحاش يجينا ملح ادبالي ملح لكحل ونقلب فيه على هاد الشكل واكيد اذا كانت واحدة سيات هاد القغاطة ماليها غي تخليلي تعليق باش هكذا نتبتوا لها وتقولنا الرأي يتحق في هاد القغاطة اهنا يوم كما راكو تشوفو غليت هاد الشي فلوغ يستحسن تخلوه اي فور لازم لاسيس لنعطيها لكم بعد ما يغلالكم لازم تخلوه يقطر على الاقل الزود سوايا بسك جميع انواع تعليق غانتها تحشي فلوغ يطلقونا الماء على بيها ما يجيش ابنين انا خليتوا يقطر واحد الزود سوايا من بعد حطيتو هكا في لغامك تقديره في بلا كبير يعني انتي وما حبيدي ما نكترش بزاف نحط له البصل حوالي مغير فهه صغيرة وإلا كان بلا كبير تحطي كمية ملحة على البصل تدردره كامل فوق هذا كشيف له حكا باش يشرب البنات على البصل ويجينا ملح في نفس الوقت راح نديرو سلسة البشامل ليجيب بزاف سهلة وسريعة وتجيب بزاف منينا هنا درت كاس ونصف تحليب درت مغير فهه كبيره تح ما يزينه وخليت مغير فتح هذا البصل في نفس هذيك المقلة نحط مغير فتح فرمج ونخلط بارد في بارد كينا وحدا قتلي سيد هذي لابي شامل وجاتني يعني تقيله كي ملفل نقول لك سير هنا اراهو في الميزينه ما لازمش تكسري الميزينه بزاف إذا كترت راح تجيك تقيله ومشي بنينه توجو كاس تحليب نديرو مغير فتح ميزينه كي نحبوها تجينا تقيقلا ما كي نحبها تجيني خفيفة كي مليوم درت كاس ونصف تحليب ودرت مغير فتح ميزينه ما ننسى وش نار تكون قليلة مع التحريك المستمر هكذا بش نتحصلوا على نتيجه بزاف هايلا جاتني كي محب خاطري خفيفة ومليحة هكا بش جيكم نتيجه هايلا نحط كامل فوق هدو كليغامكا كميه قليلة ما تكونش بزاف يعني حتى تفوت الكميه تاع شفلو هكا بش جيبنينه ونحطو على هاد الشكل كي مجتو ما راح ندرني شي داغني والو دات رشة تعكمون هاده هو السر والبنة تعصح اللي في هاد القراتان سيوه ما راح هاش تندمو ما دامنا ما زلنا في وقت شيف له قبل ما يخلاص ودخلتو للفوق اهنا يا راح نوجد لا ما غيناد يعني لا فينيغغات الشلادة درت شوية تعزيد شوية تع الملح وشوية تعب الفلكحل وشوية تعب الفلكحل ومالفتان يديرها بالبروكلي هادك اجي هايلاك شنا هنسيها لكم ودرت مغيرفة ارباح مغيرفة صغيرة تعمه تاخد ورباح مغيرفة صغيرة تعم مايوناز ونخلطهم وشو نقول لكم جيكم بزاف بزاف منينة نخلطهم مليح مليح نزيت مغيرفة على الخل توجغل الخل ولا القارس على حسب الدوق نخلطهم مليح مليح ونحط البصل هادك البصل اخضر من بعد نحط مكعبات صغيرة على الطماطيش ونزيت شوية تعشوف لغلي كان مقطع دي بتيدي يعني مرسوبات شوية ما يكونوا كبار ما يكونوا صغر ونخلطهم مليح ونخليهم على جنب التزين يقعد اختياري تقضوا تكسروا لهم حبة تاعة ديروا لهم حبة ولد الجج مغنيات زيتون يعني انتي وما حبيتي شوفوا الشكل كيفاش يجي جت جتمو شهية ودوكنو وريلكم نقاطها كيفاش جا جبزاف بنين وطري في نفس الوقت اكيد رح تبهري العيلة تعكبي واكيد رح يعجبهم شاهدكم في الجنة اذا كنتي اول مرة تشوفي قناتي ونقول لكم مرحبا بك حبيبتي اشتركي في القناة وفعلي الجارس ليسيلك كل جديد ودوكنو مبقى ليغنقلكم بقاو على الخير تهلا في رواحتيكم وإلى فيديو لاحق ان شاء الله مع السلامة شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر